اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تشهد تطورا ولماء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة مشيرا إلى همية توطيد أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال اجتماع الوزير فخره بسعادة سيد تانغون هونغ مساعد وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التجارة الثنائية وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في قطاعات التجارة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة وأشهد الوزير فخره بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى المتقدم لأسيما بتعزيز القطاع التجاري منوهن بأهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين البلدين الصديقين وأكد مساعد وزير التجارة بجمهورية الصين الحرص على تنمية أوجه التعاون خصوصا في القطاع التجاري مع مملكة البحرين والبناء على ما يربط الجانبين من تفاهم وتنسيق مشترك في كل ما مشانه تحقيق التطلعات المشتركة